بتجهيزات ومعدات مختلفة وكأول مستشفى يعمل بتخصص التوليد والخداج بالحروبة تستعد القوات المسلحة الأردنية لإرسال المستشفى الميدان الأردني للتوليد والخداج خان يونس كمبادرة لإسناد القطاع الطبي في غزة المستشفى بتجهيزاته المختلفة سيقدم الرعاية الصحية للنساء والحوامل وحالات الولادة في قطاع غزة وإجراء العمليات الجراحية والخداج وصرف العلاجات اللازمة في عنا حوالي خمسين ألف حامل في قطاع غزة وهم بحاجة لهذه العناية بالذات احنا أضفنا هذا المستشفى للجسم الرئيسي ونعمل تجميع مستشفى كامل يحتضن كل هذه التخصصات لمحاكاة مشهد الإصابة العاهل الأردني أشرف على تجهيز المستشفى قبيل انطلاقه في الأيام القادمة حيث سيكون موقع المستشفى في خان يونس بجانب المستشفى الميداني هناك المستشفى يتكون كما ذكر سابقا أنه يتكون من أربع غرف عمليات منها غرفة عمليات للحالات القيصرية أو الحالات النسائية المتعسرة وثلاث غرف منها للولادة الطبيعية ويضم أيضا قسم ما بعد الولادة يحتوي على ثلاثين سرير وأيضا يوجد قسم الخداج الحديثي للادة ويضم ثمن حاضنات مستشفى سيكون الأول من نوعه في العالم كونه مستشفى ميداني متخصص في مجال التوليد والخداج الآن أخواتنا في قطاع غزة يشكون من نقص في الرعاية الصحية وجود مستشفى له بالغ الأهمية لحفظ الإنسانية وحفظ الخصوصية لأخواتنا في قطاع غزة ضغط كبير يتعرض له القطاع الصحي في غزة جراء الحرب الدائرة هناك ما دفع الأردن لإطلاق هذه المبادرة النوعية خدمة للأطفال الرضع والخداجة والنساء الحوامل وأقسام الولادة بمستشفياته الميدانية المختلفة يحاول الأردن مساندة القطاع الطبي في غزة بعد تدهور الأوضاع بسبب الحرب هناك تخصصات مختلفة كانت حريصة الخدمات الطبية الملكية على توفيرها خدمة للمدنيين والتخفيف من معاناتهم غيث الرقادة الغد عمان